أنت مؤخراً زورتي جدتك يا فايا احكيلي عن اللقطة دي يا فايا في زمن بنتكلم فيه عن التواصل ولا تواصل هلأ لك هي صعبة وخاصة ستة يعني أولادة يعني إخوالي وخالاتي دايماً حواليها فهي كتير متعودة علينا يعني الأحفاد والأولادة وفجأة صرنا نحن أنه هي تقلنا لا لا ما فيه شي وتع وتعرفي يعني بيحاولوا دايماً هيك نحن صرنا بمحال أنه لازم ناخد القرار لأ هيدا الشي خطر فهي كمان بتزعلي عن جد من القلب على الكبار بالعمر أنه هدولي هن إذا بدك الزاكرة الحية تابعنا يعني كل قصصنا كل حكاياتنا يعني عم يتلقوا الموضوع وخاصة لما عم يحكوا بالأعلام أنه آه يلا مش مشكلة بس الكبار بس المهمة هدولي كمان كنز يعني فبتلاقي الأول شيك عم يصير في كتير يعني حالة تخويف بالأعلام نفس الشي أحياناً هيك لا موبالات فأنتي بتصير كتير قلبك أكتر يعني عم بزور ستين البالكون بس أنه هاي فحتى وقتا لما صورت الفيديو أنا وعم قيلة إنه باي تيتا فهي فكرت إنه أنا بس عم بعمل الفيديو فلما هيدا تقول لي لا عجد طلعي إنه عجد ما رح تطلعي يا روحكي لا لا رح أطلع أتجين أسلم عليك من فوق شلونكي أنت منيحة؟ منيحة كله تمام؟ يا روحكي هلأ أمي تشوفها الامكي حتى تصدق ماذا تصدقنا؟ شو ماذا تصدق؟ ما تصدق إلا بدنا نكون معاها هلأ وصلت لها وصاعدت لها معاها إنه بابا نيسير هلأ معرضين هاي خالي هلا شلونكي هاي خالي شوفي هاي شوفي هاي شوفي هاي 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 هلأ هاي إذاH هلاها الزيارات شوفي المالك sagen عبارة شوفي من وحي شوفي المالك لكي تعرفوا أنه الزيارات عن بوت ما بتلغي أنه نضيف حتى لو جاي من تحت البالكون يلا وهاي فرازق من عند التيتا لأنه لازم شكرا تيتا عجبوني كتير يلا إلى اللقاء بالحلقة الخادمة أنت بتزوريها من بعيد لبعيد بسبب كورونا بتسليم عليها من بره البلكونة وخلاص ده المتاح أكيد أكيد ممكن كون أنا حتى يعني هلأ قولي ما في تست يعني تست كتس بالبالكس أو ببتير بس عم يحكوا حتى بالسويد هذه واحدة من الستراتيجيز أنه بعد كم أسبوع يكونوا متاحين بالصيدليات لحتى نقدر نعمل أكبر عدد ممكن من الفقوصات بس ممكن أنا أفحص حالي اليوم ما يكون معي الفيروس بكرة بكرة الصبح الأطوى بطريقة ما يعني حتى لو رايح على السوبر ماركت وأخذ كل إجراءات فأكيد أنه كتير مهم أنه منزور الناس المعرضين هذا أقمن هذا أقمن اللي بتعمليه ده أقمن بالنسبة لكبار السن وأنا عارفة أنه كلنا تطرينا ناخد قرارات يمكن تبقى أسيا علينا أو تبدو قصوة إنما هي من فارط الحب ومن فارط الحرص يعني مش بفهم الناس ليقولك لا أصلا أنا مقدرش مسلمش على فكرة أنت كل ما بتحب قريبك أو قريبتك الكبير في السن كل ما لازم تبعد عنه في اللقطة دي كل ما هيكون عندك إكبار له ورغبة في أنه يفضل يكمل معك جزء أكبر من حياتك هو أن أنت تبعد عنه وتعمل زي مفايا عملت على الألية يعني يبقى من بعيد لبعيد أو حتى عبر الإنترنت ربنا يديها الصحة وطلط العام تسلمي شكرا يا مونة أنا بس بدي أقول أنه عن جد صعب كتير هذه الحرب اللي عم نعيشها صعب لأنه ما عم نقدر نشوف العدو يعني هو فعلا غير مرئي يعني عن جد مش سهل على الكل يقتنع أنه لا بحجم الخطر بس هي لأنه هلأ سلاحنا الوحيد هو الوعي ولازم نشوف هاي المسافات اللي بيناتنا بينات بعض ما نشوفها أنه مسافات بعد هي فعلا مسافات أمان يعني كل ما حبيت الشخص أكتر حاول لتترك مسافات بينك وبين المجتمع ممكن يعني ممكن حتى نقذي ناس ما بنعرفون بس يكونوا عن جد يعني بحالة بمعنى أدق يعني فايا عايزة تقول اللي بتحبهم قوي ابعد عنهم واللي مش طيقهم خدهم بالحضن أصدها كده طيب فايا عملتي كونسرت عملتي حفلة أونلاين على الهوى وده تزامنا وتماشيا مع التغيير اللي حاصل في العالم كله احكيلي عن أجواء الحفلة دي وازاي كنت أصدقها عملت لا أعملت مثل لايف يعني على الفيسبوك بس أنا يعني من سوق حظي ما بعضه فقالي فما كتير فيني أعمل لايف كونسرت أطوال عرفتي إنه يلا وهيكي بس عم فكر يمكن لازم بهيدا الحجر اتعلم هيكي هلأ عندي جيتار وبلشت يوتيوب تتويلز